السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم عاملين اياه نهاردة جاي اكلمك عن معادلة من معادلات التكس المشهورة جدا وهي سام اكس الفرق ما بينها وما بين سام عشان نفتح او نجيب معادلة تكس فنبتدي بحاجة اسمها نيو ميجر معادلة تكس لو انتو شفته الفيديو الابليه اللي هو بيكون بتخرج عن ثلاث حاجات لاما ميجر لاما كولوم لاما تيبل فنجيب هنا ونقول له نعايز total of quantity total quantity ونيجي هنا نكتب some لما ديجي نجيب some ونقول له ايه some مفهاش غير حاجة واحدة بس اللي بتتجامع some of column فقط فنقول له ايه some quantity فقط نعمل كده فكده تلاقي لي ميجر اسمه total quantity لو انا جبت هنا كده وعملتها في هنا وسحبت دي هنا كده جاب لي نهية 367 طب افرد بقى دلوقتي انا عايز اضرب كل حاجة في العمدان مع بعض بصوا ركز في الحتة دين لو انا دلوقتي عايز اضرب quantity في الـ sales quantity الـ 2 في الـ 261 التلاتة في الـ 731 تعالك اقربها اكتر الـ 2 في الـ 14 و الـ 5 ما اعرفش ايه انا عايز اضرب ده في ده وده ابدأ ما يجمع ليش ده كله اللي هو total sales في total quantity لا انا عايز ده في ده هنيجي لمعادلة ايه هتيجي هنا لمعادلة sum x طب تعال انا عايز اعمل هلك الاول في new table new column هنيجي هنا كده وهنيجي ندوس هنا كده ونحط هنا في الـ table tools ونعمل هنا نيو كولوم بص كده في الحتة بتاعت نيو كولوم زيه اللي يحصل هيظهر لي هنا table هنقول له ايه هنقول له sales في quantity تمام هنقول له الاتنين مع بعض وهنقول له ايه هنقول له quantity total quantity في space في sales تمام ونروح دايسين enter بص اللي يحصل في الـ table ده ضراب لي لو تلاحظ كده ساعنا كابير نكبر الكلام دك شوية ضرب لي الـ الـ الاتنين في الـ 211 الـ 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 233 وهكذا فاجاب لي دي الـ total quantity sales فلما يجي هنا وهشوفها هنا كده تعمل نمسح دي كده عشان ونيجي نعمل دي كده هنلاقي في حاجة اسمها sales في القوانتيتي دي اللي احنا عملناها طلعلي كام الـ 115 قل نيجي بقى معادلة sum x ودي لها هتبقى طلقه بمعنى طلقه نقوم بعمل نيو ماجر بص كده في الموضوع سهل جدا هنخلي المعادلة اسمها sum x عشان انتبق انتوا عارفينها وهنيجي هنا هنقول له ايه sum x sum x بتبتدي ازاي هنقول له اول حاجة احنا عايزين هو بيقول لك في ال اكسبريشن بتاعتها لا انا نسيت او نسيتك تب sum x نكتب sum x امشي بقى مع ال table اله اسمه h&m نروح كدبين هنا ولديه الرحل بعد كده او کما حلو انا عايز الذي هو التي في لا انا لم اريد انا عايز التي انتب JULY الانتبه في سيلز اللي هو � ونقفل كده وندوس انتر هيجيب لي هنا مجر اسمه سام اكس لما نيجي بقى نشوفها بقى هنا ونحط السام اكس دي هنا كده جاب لي دي في دي دي الفكرة في سام اكس ان هي بتعمل حزبة الكولوم او النيو كولوم بصوا لو تلاحظوا في النيو كولوم هنا في النيو كولوم هنا ضرب لي دي في دي ودي في دي ودي في دي طلع لي العمود ده وبعد كده رحت انا جبت ايه توتل العمود ده هو سام اكس هي عملتها لوحدها سام اكس اهي رحت ضربه لي كل صف في الكوانتاتي ضربته في كل صف في السيلز طلعت لي الرقم ده سام اكس مهمة جدا اتمنى تكونوا فهمتوها واتمنى تكونوا عرفتوا الفرق ما بين سام اكس و سام العادية ولو في اي حاجة ابعتولي في الكومنت او اقولولي وانا ان شاء الله ارد عليكم شكرا جدا ليكم واستنوني ان شاء الله هنزل حاجات كديدة قوي في معدلات الداكس شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة